نكمل الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه انا كنت بتكلم في اضيف جلو اعطوا كده. هادي جلو. على طبعا لازم طبعا يا عشان اتنين وتلاتين اا كنت انا عامله على اتنين وتلاتين فبالشكل طبعا هضغط ورجعه ليه تمانية مش عايز بيليوه عالي قوي كده حتى هو تمانية عالي كمان لكن كل ما في الموضوع انا هزود عشان يبقى آآ مقبول شوية بالشكل ده كده الريديس آآ هزودة تماما بيه المنزل ده آآ مش عايز حاجة تاني انا عايز آآ تمام عشان يبقى بالشكل ممكن لو انا حتى خليت لو قللتو شوفو هيعمل ايه هيفتحها خالص هيفتحها على اخر ممكن لو خليته صفر تمام وجيت على قللته طبعا الدنيا ضعت لكن انا مش هحتاج كده طبعا انا هخلي آآ قليل عشان مفكوتش حتى الديتيلز بتاعت الازهار زي ما احنا شايفين هاجة على ممكن اقل حتى شوية ما احنا شايفين بقى دي بقى الوان زهية تماما ولسه لسه كمان ده بالنسبة ليه الاولى تمام بالشكل اكده طبعا الفلير الفلير تمام اللي كان مع آآ الفلير اللي كان مع اللايت ده المفروض انا احطه با اوبتيكال آآ فليرز عشان نعمل بقى آآ فلير هنروح لير نيو سولد وينسمى دي اوبتيكال فلير اوبتيكال فلير وانعمل اوك وناخد اوبتيكال فليرز طبعا لو روح من ال اوبشنز هيجب لي بتاعك الفليرز انا مش عايز بقى اللي هو دي وكل الباقي ده انا مش عايزه خالص مش عايز بلينت آآ جلو جلو مفيش مشكلة كل المالتي ايرس دي انا مش عايزه خالص حتى بس انا مش عايز قى اللي قى اللي درش حتى الجلو ده كله انا مش محتاجه انا عايز بس حاجة كده ايه خفيفة الاسترايك آآ بس كيل بتاعه عايز يصغره تمام بالشكل ده كده آآ ممكن والله عايز تاخد اي آآ كاش تكس مفيش مشكلة خالص ممكن صغير حالة تاني او البرائتنس بتاعتها تمام لو احنا روحنا بقى لبليند مود خليناه اون ترانسفير ضغطنا للفاقع طبعا اد وهروح بدن ما اقول له السورس تايب تو دي هقول له تراك هو كده هيمسك فيه زي ما احنا شايفه بالشكل بالشكل ده كده طبعا ممكن اغير اللون ممكن لو انا اخدت هيخلط اللي هيكل لون من هنا من بتاع نفسها تماما بيبقى انا كده اخدت طبعا انا شلت احطى اللايت ده طبعا مش لاسك لكن ممكن بتاعه اخلي صغير البرائتنس اخليها مية واربعين والسكيل ناس رو ممكن اخليها تلاتين البرائتنس ممكن اخليها متين يعني بناظر او بالشكل اللي احنا شايفينه ده بالنسبة ليه دي فاضل اللي كان معمول بيلف ورا زي الاضواء كده هقوم رايح اللير نيو صولد ويه هسميها بي جي لايتس وطبعا احطها ورا الموسك والجامع والكلام ده كل وحط تاني اوبتكال اه نفس الموضوع اون ترسبيرانس الشكل دي كده وهي هياها بس الكل دي بس اللي انا هعمله بقى انه انا هروح لايه فين واكبر اه بتاعها شوية شوية بالشكل ده كده ممكن حتى اروح لو انت عايز اه شوية ممكن تحط اه تمام تمام ده كده كده يبقى انت اخد اللي انت عايزت انا لفيته بايه بالانيميشن اه بالروتيشن نفسه بتاع الانيميشن طبعا انا هنزل ممكن هنزل دي تحت شوية كده ممكن اضغط على تمام ولو جينا عملنا رندر تعالوا كده نشوف الثانية دي طبعا الدنيا هنا سريعة حبا خليها مية الاول اللي انا حتى عملت هنا صولو صولو كل الكلام ده ده اللي انا محتاج ابص عليه في عندي ممكن برضو اضغط على هي اللي هتعمل حركة اللي انتوا شايفينها دي نفس الحكاية طايم في خمسة ممكن على فكرة خمسة ممكن تطلع كتير خمسة ممكن تطلع كتير هنشوف لا الله طبع بنت حلال انتم اقوله عشرة بتطلع كويسة كده تمكلا ما فيش اي مشاكل ممكن لو قلتلو قدنى بوز ما بظتش اوي اه لكن لو خدت القرار وعملتو كده الدالول احسن شكي احسن اه ممكن الاسكيل اسكيل 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 كده ممكن الرايتمس اعطيت كده مزبوطة. شيل الصلو. حسيرجع كله لقواعده. عم بالشكل. ده كان. فاضل حاجة اه اخيرة اللي كانت اللي كانت بتطلع. هي نجيزة مين شفتوها. اه لو احنا روحنا ليه? ملف الاستريتور. انا فاكر ان في ملف الاستريتور اه رمضان لا دي كالكلمة رمضان. طيب دي كانت عبارة عن ملف الاستريتور اصف صراحة مش فاكر هو مكان وفين. فتعمل نعمل حاجة حلو اعلى. ورحنا خلينا ولياكم مسلا ربعمية. خيط ولياكم مسلا. تسهماين. يعني هتبقى بالطول كده. ممكن اروح اجيب مصد. هي نفس القصة على فكرة بس احاول اشرح لكم فكرة مش اكتر. نعمل نفس الموضوع. لو انا خدت مسلا مصد كده او خط كده. واحد كده. طبعا انا كده اشتغلت على ليه? لير. اروح اخط لير السولد. واخلي لون السولد ولياكم مسلا اللون ده. اشيل. اشتغل كده. كده. قادي اول. تمام قادي اول. ماسك. تمام لو انا بسكت المسك ده اخدت. كده. وجيت على ام سكتر المسك ده. كده. نفس الموضوع. كده مسلا. جيت بعد كده عاوز اخلي المسك دي بتتحرك. بتترسم. هروح هنا واقول له طبعا فيه تاني اللي هو طبعا انا هشتغل على ممكن اقول له. ماسك واحد ماسكتين ماسك تلاتة لأ انا اقول له طبعا اول ماسك عشان هي اخب كل المسكات. شيل بقى بتاع المسك دي. بصوا كده ورسم ايه? طبعا هو هنا يعني يفضل محتفظ بلون السولد. لأ انا عايز اقول له عشان نشتغل على المسك بس. نيجي بعد كده لالانيميشن. طبعا البراش ممكن ازود البراش شوية. لو انا عايز. ممكن اروح على هاردنس لو انا عايز على حد قوي. طبعا بالجناب. ولو قللت على فكرة هغبتها سموز جدا جدا جدا. خليها ماسك اولتا كل خمسة. باعت فيها سموز شوية. طبعا الستارت والاند دول فيهم شغل كله. لأنا اشتغلت على الاند. زي ما انت شايف لكن انا هشتغل على هستارت. بتاع على كده. المنزر ده كده. على فكرة كل ما بتقل كل ما الماسك بيبقى شارب قوي. كل ما ماسك بيبقى شارب قوي. حتى لو خليت الهاردنس بزيرو ولا الهوا. لو زودت بيبدأ يقل لي يقل لي ايضغط ما يبقى عبارة عن كور. تمام? فانا اخليه كده واخلي الهاردنس بصفر زي ما هو حتى هخلي دي خمسة. هاجي بعد كده هقوم رايح طبعا ممكن احط آآ او بلاش فل ما انا ممكن مدل تقوله بس كده هياخد نفس اللوم بس ياخد بتاعت السلود. بعد كده هروح لجلو. هاخد الجلو. وبالطبع هروح لاي وبي كالرز. وهدي الاي كالر وهروح للبي. وهدي البي كالر. طبعا اي وبي كالر زي ما فيش مشكلة خالص قلت بقى بتاعك. طبعا لحد ما تلاقي الدنيا مناسبة زود قلل وبقى كده كده بقى زيرو. الريدياس في قلل شوية. ده كده قدي اول جلو حتى لو قلت له انطب. هيبقى جلوب طلع من تحت اله من تحت البداع نفسه من تحت الخطوط نفسها. بص كده بتاع بص هيكبر منين? كبر من تحت. تكملوش دعو فانا عايز عبي هاين ده. عشالة زي ما هي اكبر سنة بسيطة. بعد كده كنترول دي دبلي كيت للفلو. زي ما هو. او زود سنة ثريش هولد. والريديس. هو ده اللي يزيد. تمام. هنرجع له تاني بس هاخد. الكمب وان دي اللي هي نسميها لايت. وايه هحطها. وورا الكلام ده كله. تمام. مش مستهلة انها تبقى سريدي بس انا هنخليها. هنا. اس. بقى الشكل ده كده. ممكن بقى اروح لها نفسها. بخلي بتاع تمانية. بحيس تبقى بالشكل. ده كده. ممكن لو انا عملت انيميت بقى اعمل انيميت لالستارت. لستارت اخليه مية. تمام? ماشي فيه مسلا تلاتين فريم. يبقى سادي. تمام? طبعا. دي. هتبقى هنا كده. يعني هتبقى من اول. من اول هنا. بالشكل كده. ممكن نعمل فيها انيميشن حلو قوي. لو انا روحت لاير نيون. اجست من. و جيت هنا حطيت. تيربيولانت. دي سبلسمنت. تيربيولانت. ممكن اقلل. ممكن الاموت. اقللو شوية. ازودو شوية. الكمبليكس تي. انا عايز ديتيلز. قريبا. ينارها. ينارها. بالمنظر كده حلوة. فاضل بعد كده نحن ندي زي لمسات نهائية على البروجيكت. لو نروح تلاير نيو ادجسنونت لاير حطيت. بوكس بلر. وخليت بلر ولي اكون. اتنين ربيت اتج بيكسلتك العادة. والبليند مود. اخليه. تمام? ممكن حتى اخليه احسن. احسن احسن. تمام? ممكن اخليها عبارة عن اتنين. اه ممكن بعد كده اروح تاني. واه اروح لكيرفز. وادي للصورة كلها. حتى ممكن احط ده. وراء ده. طبعا كلمة رمضان اعتقد كلكم خطوا المكتوبة ازاي عبارة عن ملف ومعمول لقوباسي دي. على فترات قسيرة. فاضل حاجة واحدة فقط لغير اللي هي بتاع آآ اللايت لاينز. بس عايزة تبقى هنا كده عشان تبقى ظاهرين. هعمل هي واسم دي. ريفليكشن. هس. والاخالة دي سالب. ستة اربعة. على فكرة ممكن ممكن نعملها في البطاعة الاصلية. بس على كل حال يعني. انا عاوزها كده. واقومة اللفحة دي. فوق الماونتينز. فوق الووتر. تمام بالماظر. بيه الشكل ده كده. آآ هي فوق الووتر بس تبقى تحت الماونتين صح? فوق الووتر وتحت الماونتينز. تتحل ازاي? اقول لك تتحل ازاي? لو انا خدت لينير وايب. وحطيت اللينير وايب على الرفليكشن. وجيت خليت ده بزيرو. وجيت عملت بالراحب. وجيت عملت دي. فيدر بسيط. حلو? دي. كل ما في الموضوع ان انا اخلي ده. مئة وتمانين. وازود. ده كده. وازود. بس اجعل القباستي خلي القباستي واتلقه ستين في المية. مع لا بأس من بعض البلارش. تلاتة على حاجة. يبيت لا مش بتلاتة. ممكن يبقى العشرة. مش شكل كده. احنا ممكن لو عملنا دي بيحصل ايه? احسن. تمام? ده بالنسبة للرفليكشن. سؤالي ازاي اخلي الرفليكشن ده? واخد نفس حركة المية. تعالوا نجرب. لو انا خدت الوطر دي. وعملت كنترول دي. وسميت دي ريف. مش هحتاج. ومش هحتاج هي اصلا تبقى زهر. هاخد الرفليكشن اللي انا عملته. وحط عليه ماب. سأقولي بس كده بقى عشان نقفل اللي انا لو خدت. تمام? وروحت عالفيرتكال. ديس بلايس من زوج بتاع كده. رأيكم. خدت نفس الدس بلايس بتاعت. المية. طبعا اه 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 الرفليكشن دي لعملتي. وردعت دي. خلتها. خمسة وسبعين. تمانين. طب مية. نخليها تسعين. بالشكل ده. آآ ممكن البلار. نصر دي بخمسة وعشرين. كده. ودي هنخليها مية ما يدراش حاجة. كده خدت شكل. يعني انا عملت لو انا عملت صولو للرفليكشن. والووتر بيز. بس. بصوا هنا كده. معلش انا فتحت البروجيكت الاصلي لما جينا دي عمل رندر البروجيكت هنج ما كدتش مسايفه. لكن نفس برضو الموضوع ان برضو انا ما كدتش عملت. تاني هعمله. هعمل كنترول. كنترول دي من الووتر. وهسمي الووتر دي ووتر ماب. ومش محتاج طبعا الترايتون. هشيل الووتر ماب اصلا. وبعد كده اروح على اللي هي دي. وهحط. وايه هقول له خد الووتر ماب. وطبعا اشتغل عليها زي ما انت عايز. طبعا اول تعالو بس ايه نعمل بقى اصوله ليها كده. كمان? اصوله اللي هي الووتر. ايه نشتغله. دي راحتنا. طيب بلاش الووتر. من اول هنا. مش عارف مش عارف مالي. لو احنا جده بقى نبص على كده. هنلاقي الرندر ماشي او هنلاقي ماشي مع المية عشان عارف انها يعني على المبتدئين محاضرة طويلة شوية لكن جربنا فيها حاجة كتير وعرفنا فيها حاجة كتير. اه اتمنى اكون اه افدتكم ان شاء الله اشوفكم في محاضرة جاية بازن الله. شكرا لكم كان معاكم مهندس احنا عبدالرحمن رياض من جي اف اكس اكايم روت نت والسلام عليكم ورحمة وبركاته.